تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 لليوم الثاني على التوالي المزيد من التفاصيل انضموا لينا عبر الهاتف مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد في البداية للعام الخامس وفي النسخة الخامسة على التوالي افتتح بالأمس الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر مصر 2022 أطلعنا على أهم فعاليات المؤتمر اليوم ومذكرة التفاهم التي تم إبرمها مع وزراء البترول ونظرائه ونظيره المصري نعم مصطفى بالفعل لينكا واليهبة تتواصل اليوم الثاني بالفعل فعاليات معرض إيجيبس 2022 بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية والعربية والدولية تحدثت مع عدد من هذه الشركات منها الشركات المصرية المحلية والشركات أيضا العربية وهناك شركات إماراتية مشاركة في فعالية هذا المعرض وهذا المؤتمر وتحدث عن الفرص الاستثمارية الكبيرة الذي يوفرها هذا المعرض الهام والمهم الذي هو يعتبر من أهم وأكبر المعارض والمؤتمرات في صناعة الطاقة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط نحن لا تحدث عن هذه النسخة الخامسة بمشاركة دولية كبيرة حيث يشارك فيها 22 وفدا عربيا ودوليا بالإضافة إلى 450 عارضا يقومون بعرض مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة الطاقة كانت هناك أيضا مجموعة من اللقاءات التي عقدها وزير البترول المهندس صارق الملة مع عدد من الشركات العالمية والدولية وكان هناك أيضا إبرام لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة البترول وهذه الشركات الدولية وكذلك كما ذكرت هيبة كان هناك أيضا لقاء مهم جدا للغاية اليوم ما بين وزير البترول المهندس صارق الملة ووزير الطاقة الأردني صالح الخربشة وتم أيضا تعزيز أو الاتفاق على عدد من الاتفاقيات وبحث مسائل المشتركة التي تهم البلدين في مجال الطاقة في الزل الطلب المتنامي على الطاقة في شمال إفريقيا والبحر المتوسط نحن نتحدث أيضا في اليوم الثاني الذي بدأ بعدد من أو توقيع من الاتفاقيات كان عدد هذه الاتفاقيات وصل إلى 12 اتفاقية كانت عديدة ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقيات حول التحول الرقمي كما ذكرت هيبة مصطفى وكذلك اتفاقية أخرى عن مراقبة انبعاثات الاحتراق وفي مجال تنمية المواني واتفاقية رخصة البولي إثيلين والخدمات الاستشارية كانت هناك أيضا مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول الخدمات الاستشارية في الشركات أو بالنسبة للشركات التي تقدم الخدمات البترولية كذلك كان هناك أيضا مذكرات تفاهم حول مشروع مجمع العالمين للبترو كيمويات في مصر بالإضافة إلى مذكرات تفاهم أخرى خاصة بإزالة الكربون من منشآت النفط والغاز في مصر هذه الفعاليات تتواصل اليوم وذلك أو أيضا تتواصل غدا اليوم الثالث والأخير على مدار ثلاثة أيام بمشاركة دولية كبيرة عليكم زملائي في الاستوديو شكرا لك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني شكرا جزيلا لك